اشتركوا في القناة وبيميز الفيلم انه بطولة جماعية لعدد كبير من الممثلين والممثلات الشباب يأتي على رأسهم توم هولند روبرت باتنسون بيل سكارسجارد وميا وزيكوسكا واحدثنا بالدور عن الخطوط المتشابكة لحياة عدد من الغرباء عبر فترة زمنية طويلة مع تركيز كبير على شخصية ارفن وهو شاب صغير مضطرب نتيجة لماضي مضطرب شهد مواجهات متعددة مع المقاسي ومع العنف بيحاول دايما انه يبتدي حياة جديدة ولكن المقاسي والعنف بيستمروا في مطردته فيا ترى ايه اللي هيحصل على الرغم من تركيز قصتنا على شخصية ارفن علشان يجمع الخطوط المختلفة ولكن ما نقدرش نقول ان ده فيلمه بالكامل في حاجات كتيرة جدا بتحصل وهو خارج الصورة حاجات هو ما بيشوفهاش ولكنها بشكل او باخر بتأثر عليه وده بيحاول الفيلم لبطولة جماعية لما يبدو كما لو كان قصص غير متصلة ولكنهم في النهاية بيجدوا نقاط اتصال بشكل ذكي وطبيعي المشكلة الكبرى اللي ممكن تواجه فيلم زي ده هي دايما النص الاول من احداثه النص اللي دايما المشاهدين بيفضلوا يتساءلوا فيه هي ازاي الحاجات دي كلها متصلة بعض النص اللي دايما بيبقى مليان لخبطة خصوصا لو الفروع اللي احنا بنتكلم فيها دي مش متيرة للاهتمام وفي The Devil All The Time هي فعلا مش متيرة للاهتمام للأسف هي فعلا خطوط بردة وتفتقد للحيوية شايف علامات ليها علاقة بالدين بالعيلة بالطموح بالشر بالعنف بس صعب جدا كل دا يتجمع مع بعضه ويشكل فكرة او حتى حده تستاهل ان احنا نخصص لها جزء من انتباهنا المساعدة الوحيدة اللي الفيلم بيقدمها للمشاهد طوال احداثه هو استخدام غريب جدا لادات الراوي عندنا في الفيلم راوي بيحكي لنا الحدوتة اللي احنا بنتفرج عليها والراوي بتاع الفيلم هو دونالد ري بولك اللي هو نفسه الكاتب بتاع الرواية الاصلية وانا عاوز اخمن ان هو اشترط انه لازم يعلق على احداث الرواية عشان يوافق انها تتعام الفيلم هو دا السبب الوحيد اللي ممكن اقبله لاني مش شايف اي اضافة من اي نوع لواحد عمالي يكرر اللي بيحصل قدامنا وغير كده يبقى احنا امام حالة فريدة جدا من فقدان الثقة ما بين المخرج والممثلين بتوعه لو هو حس ان احنا محتاجين حد يحكي لنا هم بيعملوا ايه والمفروض يكونوا حاسين بايه ودي طبعا حاجة ابعد ما تكون عن الحقيقة لان الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الفيلم صالح للمشاهدة في النص الاول بالتحديد هي فريق التمثيل والدليل الاكبر على تفوقهم هو ان اداءهم بيلمع رغم كل المعوقات دي رغم اللخبطة والانفصال والراوي اللي حاشر نفسه في كل حاجة رغم العنف اللي بيصل في بعض الاوقات لدرجة مبالغ فيها وده بدون اي فايدة مباشرة لا على سبيل توصيل الفكرة ولا حتى على سبيل الترفيه انا الحقيقة ما قدرش هلوم على اي حد ممكن يكون قرر انه يوقف مشاهدة الفيلم بعد النص الاول بس انا الحقيقة ماوقفتش وده من دواعي ساعاتي في النص التاني الاحداث كلها بتتلم وتجربة المشاهدة بتتحسن بشكل كبير وده النقطة اللي ابتديت اتواصل فيها مع الفيلم على مستوى القصة وبمجرد لما المشاهد بيلاقي قصة صالحة للمتابعة كل التعائدات التانية بتبقى ابسط زي ما نكون كنا قدام لوحة فاضية بس عليها شوية بقعة الوان بقعة الدين وبقعة الحرب وبقعة العائلة وبقعة العنف وبقعة الماضي وبقعة الحاضر وكل البقعة دي اتكبت مرة واحدة في النص الاول بس جينا في النص التاني وبتدينا نستخدم الفرشة بقى ابتدينا نخلط وبتدينا نرسم صورة صورة فيها عيوب برضو طبعا بس على الاقل لما جيت ابوصلها من بعيد حسيت اني شايف حاجة على بعضها حاجة كده شبه الامل امل امام الايام الصعبة وامام الفساد وامام الجريمة وامام الطمع وامام العنف المبالغ فيه امل امام الناس المتنكرة في هيئة رجال دين بينما هم في الحقيقة ادوات في ايد الشيطان دي الفكرة اللي انا حسيت ان الفيلم عاوز يوصلها فكرة الامل وقابليتنا على اننا نجدده لنفسنا امام كل المصاعب والصورة اللي انا شفتها في نهاية الفيلم فيها قدر كبير من الديناميكية تسمح بان كل مشاهد يفسرها زي ما هو يحب اللي انا بحاول اشكر فيه هنا هو ان في نهاية الفيلم وصلنا فعلا لحاجة ممكن تتشاف وتصلح للتأمل لان بمنتهى الامانة في نص الفيلم الاول انا ما كنتش شايف اي حاجة حتى الاداءات التمثيلية اللي كانت ممتعة في النص الاول في النص التاني فضلت ممتعة وبقالها معنى بالعودة لموضوع الاداءات التمثيلية الكل جيد جدا والكل في افضل احواله بس الاداءات اللي انا شخصيا قدرتها هي الخاصة بتوم هولند وبيل سكارسجارد شخصية سكارسجارد عندها في تاريخها ما يكفي للوصول لمرحلة الانفجار على المستوى النفسي والمستوى العقلي بس احنا بنشوف امامنا في اغلب الاوقات راجل هادي ومتحفظ زي ما يكون بيتشبث بالامل في مستقبل افضل ودي المرحلة اللي هو بيوصل فيها لاقصى درجات التقلق على مستوى الاداء التمثيل لاننا بنقدر نشوف من خلاله بمنتهى الوضوح ان في لهب مشتعل تحت السطح الهادي ده حتى قبل ما نوصل للفصل الاكثر وضوحا في رحلة الشخصية في تكسيده لشخصية اارفن على الجانب الاخر هولند بيبلور نفس الرحلة دي بشكل اوضح من خلال اداء كامن في اغلب الاوقات ولكن يسهل جدا الوصول لي والتعلق بي انا عارف ان اداء روبرت باتنسن لفت انظار كتيرة وهو فعلا جيد جدا بس الحقيقة هو بيلمع بشدة من خلال المشاهد الحادة جدا وده بصراحة مش ملعبي المفضل عشان اقدر اتذوق اداء تمثيلي The Devil All The Time هو بطولة جماعية لا يمكن ان تنجح ابدا بدون مجموعتها ربما رغم انفى انطونيو كامبوس مخرج الفيلم وكاتبه اللي فرض فلسفات كتيرة جدا في الاقاع والمونتاج والسرد وبدل ما الفلسفات دي تساعد القصة فرغتها من الحياة نص الفيلم التاني يستحق الانتظار رغم ان نص الفيلم الاول ممكن يكون صعب تحمله انا طبعا ما اردش الرواية الاصلية بس اقدر اخمن انها كانت قوية جدا لانها تعرضت لهذا القدر من الانتهاك وفضلت عيشة في الاخر تقييمي لفيلم دا ديفل اول دا تايم هو ستة ونص من عشرة ولازم احذر طبعا ان الفيلم مش مناسب على الاطلاق للمشاهدين صغار السن مناقشة الحلقة بجانب طوم هولن طبعا مين من الممثلين او الممثلات الشباب اللي لفتوا نظركم في هوليود في الفترة الاخيرة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات او البول تابعوني على فيسبوك و تويتر ونيمو و بوديو و باي باي